لا أيها العالم يا طالب العلم أمة الإسلام بحاجة إلى وقتك هذا خدمة العلم خدمة العلماء كان شيخنا الألباني رحمة الله عليه عندما يذهب إلى مستشفى البشير وكان في البداية يتعالج في مستشفى البشير فيقف على الطابور على الدور وعلم كل بشير طول عمره إيش ازدحام حتى بعد ما فتحت المستشفيات الأخرى أيضا بقي الازدحام لأنه ازداد الناس فكان الشيخ يذهب ليتعالج فيقف على الدور ولا يتعدى على دور غيره فعرفه أحد طلبة العلم وكان طبيبا لكنه مش طبيبي طالب علم متقدم لكن محب للعلم ويجالس العلماء فعرف الشيخ الألباني ما كان في خلويات ولا نت ولا أي وسائل إعلام فعرف الشيخ الألباني فأخذه وجعله يتعالج أول شخص قال له الشيخ شو بتساوي قال له يا شيخ هذا الوقت ليس لك وإنما هو لنفع الأمة فأنا قدمتك ليس لذات شخصك وإنما لأن وقتك فيه نفع للأمة طبعا الشيخ الألباني يعرف هذا الكلام لكنه يستحي ويخشى أن الذي أمامه لا يعرفون وقال له أسألك بالله إذا جئت إلى المستشفى ألا تقف على الدور وإذا لم أكن أنا مناوبا أي وقت دوامي فهذا زميلي فلان يدخلك مباشرة إلى مقابلة الطبيب لأن وقتك هو نفع للأمة هكذا هو التعامل مع العلماء